كما عرب وزير خارجية والهجرة بدر عبد العاطي عن تقدير مصر البالغ لمساهمة وكالة اليابان للتعاون الدولي جايكا في العديد من المشروعات التنموية الهامة في مصر جاء ذلك خلال لقائه برئيس وكالة اليابان للتعاون الدولي جايكا دكتور أكيهيكو تاناكا في إطار اللقاءات الثنائية المكثفة التي يعقدها على هامش تواجده في توكيو للمشاركة في فعاليات الاجتماع الوزري للتكاد حيث أوضح عبد العاطي أن الموضوعات الاقتصادية والتنموية تعتلي أولوية متقدمة في إطار العلاقات الثنائية بين مصر واليابان من جانبه أعرب المسؤول الياباني عن قلق بلاده من استمرار حالة عدم الاستقرار في الإقليم مثمنا الجهود الحفيفة التي تبضلها مصر لوقف إطلاق النار ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعبين الفلسطيني وكذلك السودانية اشتركوا في القناة